تنضم إلينا من واشنطن شيري جايكوبس المخططة الاستراتيجية السابقة في الحزب الجمهوري ومن واشنطن ينضم إلينا رون ماير المحلل السياسي مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيدة جايكوبس هل نحن أمام شرخ غير سهل التداوي خاصة في داخل الحزب الجمهوري؟ أعتقد أن المسألة أسوأ من الانقسام رأينا نهاية الحزب الجمهوري كما نعرفه يبدو أنه عندما خسر ترامب كنا نعرف أن هذه نهاية كبيرة ولكن الترمبية ستنتهي هناك جناح متشدد يحاول أن يكون عنيفا والكثير من الجمهوريين الذين دعموا ترامب لم يعودوا يدعموه بعد أن شهدوا ما حدث هناك إيلين استقالت اليوم أيضا مساعدة لمكونل استقالت شومر وبيلوسي دعا دعا إلى اعتماد التعديل الخامس والعشرين لإزاحة ترامب عن منصبه هناك أشياء كثيرة تحدث ثم بايدن الآن بدأ وكانه رئيس حقيقي أيضا الحزب الجمهوري كما نعرفه توقف عن التواجد هناك أجنحة داخله ولكن الحزب انفجر من الداخل نتيجة لترامب سيد ماير الخطاب الذي نسمعه من سيدة جايكوبس ضيفتي من واشنطن الذي سمعنا أيضا من الرئيس المنتخب جو بايدن ومن آخرين ليس خطابا من باب المناكفة السياسية وإنما خطاب حتى من داخل الحزب الجمهوري من يقول ما هو أشد منه في واجه الرئيس ترامب فهل سبب الرئيس ترامب انقضاء الحزب الجمهوري طي صفحته بالشكل المعهود كما واصفتها السيدة جايكوبس أعتقد أنه بالتأكيد مسؤول عما حدث في آخر أسبوعين أو ثلاثة حيث مر بحالة إنكار بالنسبة لما حدث في الانتخابات هناك المحاكم والأجهزة التشريعية في الولايات وكلهم بحثوا عن تزوير ولم يكن هناك أي دليل أيضا رأينا ولايات بالتأكيد غيرت قوانينها الانتخابية نتيجة لكوفيد وهذا فحوى الدعاوة القانونية وإذن الموضوع هو أن الرئيس يستمر في الادعاء بأنه أحرز نصرا ساحقا ولكن هذا غير صحيح ولكن هناك موالين له حتى بعد ما حدث بالأمس هناك مجموعة كبيرة من الجمهوريين الذين سيتبعونه بغض النظر عما حدث أعتقد هناك أناس دعموا ترامب وصوتوا له ولكنهم أصيبوا بالغثيان مما حدث بالأمس ولا يقبلون هذا السلوك أيضا علينا أن نعرف كيف نحافظ على بعض الأشياء الجيدة التي حدثت في السنوات الأربع الماضية هذه هي الحيرة التي تواجه الحزب الجمهوري كيف تحافظ على هذا التحالف وأيضا هناك أشياء صادمة ومخيفة حدثت بالأمس دعا إليها قائد الحزب هناك الكثير من التفكير والشيء الأهم يجب أن يكون هناك إصلاح في داخل الحزب سيدة جايكوبس هذا الإصلاح هو أول قرار سيتم اتخاذه بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض في العشرين من يناير ما شكل هذا الإصلاح المطلوب في داخل الحزب الجمهوري ما سيركز عليه أكثر شيء هو الجائحة لدينا 350 ألف أمريكي توفو وهذا على عاتق دونالد ترامب عندما نتحدث عن أشياء جيدة حدثت في السنوات الأربع الماضية لم يكن هناك أي أشياء جيدة حدثت هذه هي الأزمة الحقيقية أيضا على بايدن أن يجمع البلاد سويا واستمعنا إلى خطابه منذ لحظات ويبدو أن لدينا رئيس حقيقي سيحافظ على الثقة في الحكومة أعتقد أن جو بايدن يستطيع عمل ذلك ولكن علينا أن نتجاوز أكثر من تجاوز أوقات ترامب أشكر من واشنطن شيري جايكوبس المخططة الاستراتيجية السابقة في الحزب الجمهوري أعتذر منك ضايقا للوقت من واشنطن رون ماير المحلل السياسي شكرا جزيلا لكم وأعتذر منك سيد ماير أيضا ضايقا للوقت ترجمة نانسي قنقر